بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا فاجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لمعلمتنا إياه سبحانك أنك أنت العليم الحكيم برحب بكل طلاب الصف الأول الثانوي بجد مفتقدكم كثير وحشتوني كثير وإن شاء الله الأم دي هتعد على خير وبإذن الله بعد كل ما إحنا منحة أهم حاجة نجمة عشان عندنا امتحان يوم خمسة أربعة امتحان تابلت والأجزاء المقررة لحد خمستاشر تلاتة إحنا نشرناها على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك النهاردة هتكلم معاكم في حسة أدب والأدب المقرر كله لحد خمستاشر تلاتة العصر العباسي وخدنا منه جزء كبير وشوت كبير هنرجعوا أول منقول قبل منقول الجزء المقرر هنرجعوا والدرس الثاني نهضة الشعر في العصر الحديث محمود سامي البارودي وتلميزه وده نوع جديد من الأدب عليكم وهم دول درسين الأدب اللي احنا هندرسهم الترمدة سواء هتمتحن عليهم في الامتحان الأول يوم خمسة أربعة أو الامتحان الفاينال اللي هو النهاية بتاعت حضرتك هنبدأ النهاردة بالعصر العباسي والحقيقة العصر العباسي من العصور الممتعة جدا وتكلمت معاكم فيه أكتر من حصة وكان يعني لمينا جزء كبير جدا في مقدمة العصر العباسي أبنى مناخد سمات الشعر والنصر في العصر العباسي قبل ما نتكلم على سمات الشعر تعالى نرجع بسرعة من البداية عشان كل حبابنا في قولة سنة ويكونوا معانا ونرجع أول حاجة التعريب بالعصر العباسي العصر العباسي هي تلك الفترة التي بدأت 132 هجريا لحد 656 هجريا ده زمن كبير جدا آه طبعا عشان كده هو أطول العصور الأدبية ولذلك قصمه المؤرخون إلى عصرين العباسي الأول والعباسي الثاني يبقى لو جيت قلتلك ليه المؤرخون أو علم قصم المؤرخون العصر العباسي إلى عصرين لأنه أطول العصور الأدبية أنا بقولي الإجابة حيث أنه يبدأ 132 هجريا وينتهي 656 هجريا إذن فعلا هو من أطول العصور الأدبية اللي إحنا درسناها وشفناها قبل كده طيب قيام الدولة العباسية كيف قمت الدولة العباسية أنا عايزة الناس بتراجع معي عنصر عنصر وإحنا ماشيين بترتيب العصر أهو من البداية طبعا الدولة الأموية اللي كانت قبل العصر العباسي للأسف العباسيين جابوا أبو مسلم الخرصاني بضم الخاء وخدعوه وخلوه عمل صورة على الأمويين ولما عمل صورة على الأمويين أعلنوا الخلافة العباسية وعدوا أنهما هيدول جزء كبير من الخلافة العباسية وخدعوه يبقى لما أقولك كيف قامت الخلافة العباسية بعد أن أعلن أبو مسلم الخرصاني الصورة على الأمويين وأعلنت الخلافة العباسية وقد خدعوه بعد ذلك العباسيين طبعا العباسيين للأسف خدعوه ووعدوه بجزء كبير من الدولة العباسية بس للأسف ما نفذوش الكلام اللي هم قالوه عشان كده قامت الدولة العباسية وانهارت الدولة الأموية طيب هنتكلم على أول حاجة الحال الاجتماعي الدولة العباسية زي ما بينتلكوا قبل كده وبراجع معاكم كانت أول عصر العرب ينفتحوا به ويختلطوا بالأجانب وخاصة الفرس احنا اختلطنا بالفرس عشان كده ما قولك مظاهر الحال الاجتماعية يبقى أنا بتكلم على المأكل والمشرب والملبس والكلام ده رقم واحد بقول تأثر العرب بالفرس في المأكل والمشرب والملبس وحياة الطرف والرخاء وبناء القصور ومجالس الله أول ناس بنت القصور كان الفرس عشان كده علمونا وعلموا العرب في العصر العباسي بناء القصور مجالس الله والغناء وكل ما شبه ذلك حياة الطرف والرخاء طبعا حياة الطرف والرخاء اللي عاشها سكان وأهل العصر العباسي غير الحياة اللي كانت في الدولة والعصر السابق الدولة الأموية أكيد إحنا شفنا حياة طرف ورخاء ومجالس له وغناء كل خليفة بقى عنده مجالس له وموسيقى وغناء ورقصات ومغنيات وحياة طرف وبزخ ورخاء ما كنا شفنا الكلام ده في العصور السابقة يبقى ما أقولك الحال الاجتماعية تبدأ تأثر العرب بالفرس في المأكل والمشرب والملبس كل ألوان الأطعمة والملابس وكل مجالس له وبناء القصور وما شبه ذلك جاء من الدولة الفارسية إلى العرب في الخلافة العباسية رقم اثنين انتشرت حرقات دينية غريبة آه للأسف دعوة للعبادة الوثنية وهي حرقة الزندقة ظهر طبعا حياة الطرف والرخاء الناس بتفسرها أنها بعد عن الدين بالعكس المفروضة ما حياة الطرف والرخاء بتزيد وما الإنسان ربنا بينعم عليه فيرجع لربنا للأسف أهل العصر العباسي ما عملوش كده ده بعد حياة الطرف والرخاء وبناء القصور ومجالس الله واللي كلمنا عليها ظهرت حرقات دينية غريبة تسمى الزندقة وهي دعوة للعبادة الوثنية من دون الله ولعزو بالله زي الزردشتية والمانوية والمزديكية إيه ده؟ ده عبادات ظهرت في العصر العباسي بالرغم خلي بالك أنا قلت بدايته 132 هجرية ده لسه ريحة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة في أرقان هذه الدولة طب إنتوا إزاي بتعملوا كده؟ بس مش معنى كده أن المجتمع العباسي منحل ككل عشان كده بقول رقم 3 ظهرت حرقات حرقات تعادي وحرقات مضادة للزندقة زي ما فيه زندقة وفيه دعوة للعبادة الوثنية من دون الله أيوة امتلأت المساجد بالعباد والزهاد والمتصوفة ورجال الدين ودي حرقة اسمها الزهد والتنسك خلي بالك زي ما فيه فساد فيه كمان حياة طيبة وفيه زهاد وعباد وصواف فيه ناس متصوفة وفيه رجال دين كما امتلأت الخمرات في بغداد الخلافة ومقر الخلافة امتلأت أيضا المساجد بالعباد والزهاد والمتصوفة وظهرت حرقة تسمى الزهد والتنسك كلام جميل التنسك والزهد هي دعوة للتقشف وعبادة الله ودعوة إلى العمل الصالح وترق متع الدنيا ومتاع الدنيا وغرورها كلام جميل وكلام زي الفل الحال الاجتماعي انا ممكن اجيبها لك بطريقة ايه في الطريقة المباشرة ودي معديدش بتيجي في الامتحانات ان انا اقول لك مظاهر تأثر العرب بالحال الاجتماعي او كيف تأثر العرب في الحال الاجتماعي او كيف كانت الحال الاجتماعي هتقول لي رقم واحد وتتكلم على مجال السلهو والغناء رقم اثنين حرقة غريبة وهي الزندقة رقم ثلاثة امتلاء المساجد طيب هقول سؤالين كل سؤال اجابته واحدة من الثلاثة عايز الناس تركز معا شوية سنقولك كل الناس مركزة معايا لما اقول كل عوامل هدم المجتمع الاسلامي اتت من الدولة الساسانية الدولة الساسانية الفارسية اه وضح ذلك او دلل على ذلك لما اجا اقول لك كل عوامل هدم المجتمع الاسلامي بقى تتكلم على الحاجة السيئة في الثلاثة الحاجة السيئة في الثلاثة قد رقم اثنين هي الزندقة وهي دعوة للعبادة الوثنية من دون الله مثل الزردشتية أو المسديكية تدين مثال واحد وهي طبعا عبادة من دون الله يعني خلاص كل واحد رجع يعبد إله تاني وكأنهم في العصر الجاهلي وكأنهم في الجاهلية طيب السؤال التاني لما جاء قولك ليس معنى وجود الزندقة والخلاعة والمجون يعني شرب الخمر والنساء أن المجتمع العباسي منحل ككل وضح ذلك لو قلت لك كده تقول لي حصل وذلك رقم ثلاثة ظهور حرقة الزهد والتنسك وهي امتلاء العباد أو امتلاء المساجد بالعباد والزهد والمتصوفة ورجال الدين كلام محترم تعال نتكلم على الحياة العلمية بصراحة زي ما كانت الحال الاجتماعية فيها خلل إنما الحال العلمية كانت عن نقيد تماما ولما قل لك الحال العلمية لازم تركز معايا في خمس ستة نقاط رقم واحد تأثر العرب بالثقافات الأجنبية عن طريق الإلمان بجميع العلوم عن طريق حركة الترجمة أول حاجة تقولها لي إن إحنا تأثرنا بالثقافات الأجنبية والتوسع في هذه الثقافات عن طريق حركة الترجمة الفضل كان يرجع لربنا والهارون الرشيد اللي أسس دار الحكمة ودي من أكبر دور العلم ومن أكبر المكتبات ولما مات اللي نماها ابنه المأمون يبقى لو جبتها لك أكمل عرف العرب كثير من الثقافات الأخرى عن طريق حركة نقاط الترجمة أيوة طب مين اللي أسس دار الحكمة قلت هارون الرشيد طب مين اللي نماها بعد ذلك ابنه ابنه الخليفة المأمون لما توفي هارون الرشيد اللي استكمل بعده في دار الحكمة هو ابنه الخليفة المأمون رقم اثنين ظهور ما يسمى بعلم الكلام في الحال علمي واتكلمنا عليه قبل كده علم الكلام ليه ظهر وإيه هو علم الكلام ده علم من الفلسفة الإسلامية عندما اشتد الجدل بين المسلمين وأصحاب الميلة للأخرى لما الناس بدأت تتكلم مع المسلمين وأصحاب الميلة للأخرى الناس بتوع الزندقة ظهر علم علم المجدلة وهو علم الكلام إنك تجاد الواحد بيكفر بالله واحد يعبد عبادة وثنية يبقى لما أقول لك علم ظهور علم الكلام في العصر العباسي تقول لي ظهر علم الكلام عندما اشتد الجدل بين المسلمين وأصحاب الميلة للأخرى رقم ثلاثة تزعم المعتزلة ده طائفة من المسلمين الرد على الملاحدة الناس الملحدين مما نتج توسعت دراستهم ونتج عن ذلك علم يسمى الفلسفة الإسلامية قيام الفلسفة الإسلامية نتج بسبب ونتج عن تزعم المعتزلة الرد على الملاحدة المعتزلة ده واصل ابن عطاء من تلميذ الإمام الحسن البصري وطبعا واصل ابن عطاء ده أول أول من دخل في جماعة المعتزلة وهي جماعة إسلامية تخصصت في الرد على الملاحدة ومن سمى توسعت هذه الدراسات إلى أن قام علم جديد يسمى الفلسفة الإسلامية ممكن أجيب لك سؤال جميل جدا وأقول لك ماذا نتج عن ركز في الأسئلة اللي جابتها كلمتين وثلاثة ما عادش النظام بقى زي زمان وانتوا فاهمين الكلام ده كويس ومتعودين عليه ماذا نتج عن تزعم المعتزلة الرد على الملاحدة نتج عن ذلك ظهور علم جديد يسمى الفلسفة الإسلامية رقم أربعة في الحال العلمية إصدارت الثقافة الدينية ولما أقول لك الثقافة الدينية تشرح لألفه به وجيب حيث اهتم العلماء بتفسير القرآن الكريم وإعرابه وأوجه إعجازه اهتموا بإعراب القرآن الكريم في العصر العباسي طب ما ده حاجة جميلة ظهرت المذاهب الفقية الأربعة اللي هما مين؟ أبو حنيفة والشافعي والمالكي والحنابلة أحمد بن حنبل مذاهب الفقية الأربعة اللي كل دول المسلمين ماشي عليهم كل مجموع الدول ماشي على مذهب فقه معين في العبادات والمعاملات ظهور المذاهب الفقية الأربعة كان موجود في العصر العباسي وده من مظاهر ازدهار الثقافة الدينية رقم ثلاثة اهتم العلماء بعلم الحديث وظهرت قتب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي هما يعتبر هما المصدر الأول في الحديث الشريف التلاتة دولات هما ازدهار الثقافة الدينية وخدوا بالكم إن ازدهار الثقافة الدينية دي نقطة من الحال العلمية من طلحها لوحدها وقولك دلل على ازدهار الثقافة الدينية في العصر العباسي ثلاثة نقطة أفكرك بيهم لسه إيلنهم أفكرك بيهم اهتم العلماء بتفسير القرآن الكريم وإعرابه وأوجهه إعجازه بدعوا يبينوا إعجاز القرآن واعراب القرآن وتفسيره ظهور المزاهب الفقهية الأربعة أبو حنيفة والشافعي والمالكي وأحمد بن حنبل أيوة رقم ثلاثة ظهور كتب الحديث كتب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم ويبقى أنت كده قلت الحال الدينية رقم خمسة في الحال العلمية از ظهرت العلوم اللغوية والأدبية حيث ظهر مذهبان في البصرة وفي الكوفة واهتموا بتأصيل الدراسات اللغوية والدراسات النحوية طبعا اهتموا بالنحو ظهر مدرستين في النحو لما قولك دل على از ظهر العلوم اللغوية خلي بالك شوف الحال العلمية فيها أسئلة جميلة كل نقطة تعتبر سؤال أما قولك دل على از ظهر العلوم الأدبية أو العلوم اللغوية تقول لي حصب عشان كده ظهر مذهبان مذهب البصرة ومذهب الكوفة البصرة والكوفة دي مذهبين في النحوة واهتموا بتأصيل هذه الدراسات النحوية رقم ستة حظى الشعر والناسر باهتمام كبير حظى الشعر والناسر باهتمام كبير وتعددت مذاهب الشعر والناسر وتعددت أغراض الشعر فتطورت الموضوعات القديمة وظهرت موضوعات وأغراض جديدة خد بالك رقم ستة دي أهم نقطة في الحال العلمي لان دي اللي هنكمل بها العصر بقول حظى الشعر والناسر باهتمام كبير وظهرت مذاهب أدبية متنوعة مش بس كده وتعددت الأغراض الشعرية فتطورت الأغراض القديمة وظهرت أغراض جديدة الحاجات القديمة المتحة والغزر والكلام ده موجود بس تطور تطوروه في العصر العباسي وظهرت أغراض شعرية جديدة موضوعات تكلموا فيها الأول مرة طب حد يقول لي كده ويستنتج لسه ما خد نهاش ليه ظهر أغراض شعرية جديدة عشان البيئة بتاعتهم اتغيرت ما عادوش عايشين في الصحراء ما عادوش عايشين في الخيام والكسبان الرملية ما فيش الكلام ده ده بقى في بناء القصور ومجالس الله والغناء وقلت بناء القصور ومجالس الله والغناء ده كان بسبب تأثرنا في الحالة الاجتماعية بالفرص اه امتزاجنا بالفرص هو اللي علمناك كلام ده خلي بالك عشان الحال علمية من أول حركة الترجمة لحد حظى الشعر والناصر باهتمام كبير كلام جميل وكلام زي الفن طيب نشوف النقطة اللي جاية وهي السمات الفنية للشعر نتخيل بعد الازدهار العظيم اللي حصل في العصر العباسي ده هل سمات الشعر هتفضل هي هيها اكيد لا تعال كده نقسم الفاظ ومعاني وخيال وصور ايوه الصور ده هو الخيال تعال كده نشوف كده صورهم ومعانيهم ايه خيالهم ايه المعاني الالفاظ الافكار بتاعتهم بدأوا يعملوا ايه بابدأ اول حاجة بالالفاظ مالت الالفاظ الى السهولة والى الوضوح ايوه اللغة القديمة الجاهلية لا مش موجودة يبقى الالفاظ تقول لي مالت الى السهولة والى الوضوح المعاني اتجهت الى العمق والتفصيل والتحليل لا شك ان المعاني بقى بقى كل غرب على حدة ما عادش بقى القصيدة متعددة الاغراض اللي كانت في العصر الجاهلي لا دا المعنى بقى فيه تحليل وتفصيل وضقة وعمق الشعر بقى عارف هو هتكلم عليه كويس جدا طيب كيف تطور الشعر من حيث الخيال حتة مهمة جدا 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 بعدما كانت الصور الخيالية مستمدة من البيئة اصبحت اكثر تعقيدا للخيال بقى معقد في العصر العباسي مصايرة للبيئة الجديدة اللي عاشوا فيها زمان الشعر اما كان يجي يشبه السنة لما اقول كلمة خيال يبقى التشبيه والاستعارة والكنية والمجاز المرسل خلي بالك راجع بلاخ لما اقول خيال الشعر زمان في العصر الجاهلي كان بيشبه نفسه بايه يعني يشبه نفسه بنقى يشبه نفسه مش عارف بوحشة في الصحراء يشبه نفسه بفرص سريع في الصحراء انما دلوقت لا ده بقى عنده بيرك المياه ونوافير المياه والحضائق بقى عنده حاجات تانية وبقى عنده قصور فبقى بيشبه نفسه ماهو دايما الخيال مستمد من البيئة المحيطة يبقى ما جا اقولك الخيال في العصر عباسي تقولي كان الخيال قبل ذلك بسيطا وواضحا عشان ما كانش عندهم حاجة يشبه بيها نفسه انما دلوقتي اصبح الخيال اكثر تعقيدا خلي بالك عشان ممكن اجيب لك سؤال من بين من بين من بين السطوك اقولك علل اصبح الخيال في العصر العباسي اكثر تعقيدا تقولي ليه اقولك ليه لانه وكان ذلك مصيرة للحياة الجديدة مصيرة للبيئة الجديدة والحياة الجديدة اللي نتجد عن ايه تمازج الحضارات اختلطنا بالفرص بناءنا القصور ده بقى عنده قصر وبقى عنده نوافير المياه اللي هي النفرات يعني وبقى عنده برك المي وبقى عنده بقى حضائق عينه ما عادتش شايف رامل ما عادش شايف ناقع من يشبه نفسه بيها طول النهار كانت زمان يشبه نفسه بفرص طول النهار ما عادش الكلام ده خالص طب من حيث الافقار والمعاني مال الشعراء الى التفنن في الافقار وفي الصور والمعاني واتجهوا للعاطفة وتطرقوا الى موضوعات تطرقوا فكروا وصلوا استنتجوا موضوعات جديدة لم تكن مألوفة ام لاها عليهم عصرهم حتة مهمة جدا في الصور والمعاني والافقار بيقولك انهم مالوا الى التفنن في الصور والمعاني وغلبوا الى جانب الصنعة فعلا اتموا بالمحسنات البدعية شوية والعاطفة ولكن تطرقوا تطرقوا الى موضوعات جديدة ام لاها عليهم عصرهم شوفي الكلام ما عادش الموضوع مدح وغزل بس ما عادش رساء وبكاء على الميت بس لا ده بقى في موضوعات جديدة هنشوفها دلوقتي مجيش دماء خالص آه بدل ما كان بيوصف في الصحرة بقى بيوصف الحضائق اللي كان اول مرة يشوفها بدل ما كان بيوصف بير الميا اللي القبيلة كلها بتشرب منه في العصر الجاهلي بقى بيوصف نوافير المياه اذا فعلا موضوعات جديدة من اين جاءت هذه الموضوعات جاءت من عصرهم ومن تمازج الحضارات اللي بيتكلم عليها واللي بيقول عليها طيب معايا سؤال مهم جدا جدا بقول هناك خصائص السؤال ده مهم جدا 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 والسؤال ممتع جدا هيعجبكو خالص هناك خصائص ميزة الادب العباسي عن العصور السابقة نتكلم بصراحة هل الشعر العباسي زي الشعر الجاهلي من الاخر لا طبعا من الاسهل اكيد العباسي من الاكثر رقيا العباسي هو انت هتجيب واحد عايش في قصر زي واحد عايش في خباء في خيمة لا طبعا هتجيب لي واحد لابس حرير زي واحد لابس هدومه وصنحها بايده من صوف الحيوان ولا من جلد ال لا 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 اكيد الموضوع مختلف عشان كده هتجيب واحد لغته لغة والفاظه صحرة زي الفاظه واحد عايش في الطرف والرخاء اكيد لا مختلف اللغة البدوية غير لغة الحاضر واهل المدن ده كلام صح لما اقول لك هناك خصائص ميزة الادب العباسي عن العصور السابقة انا مش هتكلم كتير احنا عايزين نجيب مثالين مثال من العصر الجاهلي ومثال من العصر العباسي مثالين في الشعر ولازم يكونوا في موضوع واحد عشان نشوف الفرق بين الالفاظ نختار موضوع ايه انا هجيبلكم موضوع سهل خالص وموجود في الملزم عندنا موضوع الاعتذار نجيب شاعر بيعتذر في العصر الجاهلي ونجيب شاعر بيعتذر في العصر العباسي ونشوف الفرق باللغة الاعتذار في العصر الجاهلي ولغة الاعتذار في العصر العباسي ونشوف من اللي يكسب قبل ما جاوب من اللي هيكسب من الاكثر رقة من الاكثر تفنن اكيد بتاع العصر العباسي انا هجيب نجم الاعتذار في العصر الجاهلي مش هنجيب واحد برضه أوامطة هنجيب النابيغة الزوبياني النابيغة الزوبياني ده نجمل اعتذار في العصر الجاهلي بيعتذر للملك النعمان بن المنصر بيقوله ايه شوف البيت اللي بيقوله النابيغة فلا تتركني بالوعيد كأنني خلي بالك فلا تتركني بالوعيد كأنني الى الناس مطلي به القارو أجربه خلي بالك ايه ده الترجمة تعالي شوف ايه الموضوع النابيغة الزوبياني عرف ان الملك النعمان بن المنزر زعلان مني فبيعتذر فبقوله فلا تتركني بالوعيد كأنني الوعيد هو التهديد بقوله انت من يوم ما هدتني ومن يوم ما انظرتيني وانا خايف عرف زي ايه عرف انا بيه اتعمل زي ايه الى الناس مطلي به القار القارو أجربه كأني مطلي مدهون بالقار القار هو المادة السوداء الزفت اجربه يعني جرباه هو عايز يقول ايه اجيب لك من الاخر زمان اشهر مهنة في العصر الجاهلي انك يبقى عندك مرعة من الابل بتربي ابل فربما ان تكون ناقة من النوق اصابها ده الجرب جربانه طب ايه اللي بيحصل بيجي صاحب المرعة عشان خايف على الابل يدهنها بالقار القار ده هي المادة السوداء اللي بيعبره بها الشوارع دلوقت الزفت طب هو بيدينا اسود ليه؟ بيدينا اسود عشان اي ما قد شوفها تنفر منها وتخاف فتبعد عنها فما تتعداش منها يا ابن اللعيبة فبيقوله انت من يوم ما زعلت مني وانا الى الناس مطلي بالقار به القار واجربه كأني مدهون بالمادة السوداء وجربان كل اللي يشوفني يبعد عني مش عايز يكلمني عارف ليه؟ عشان انا مزعل الملك الملك ميه؟ النعمان ابن المنسر شو بيدي اعتذار زي القرف ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلع الشاعر نفسه جربان ناقة جربان وطلع الملك النعمان انه بيرب نوق وان هو بقى عنده ناقة جربانة اللي هو الشاعر بتاعنا ومدهون بالاسود والناس كل ما تشوفه تنفر منه وتبعد عنه عشان هو اقرب واصابه ده الجرب ده لو انه عمان زعلان منه بعد البيد الاعتذار ده هيقتله ومش هيسمحه شوف الكلام؟ طبعا نتضح البداوة والخشونة في الالفاظ ولو انت واخد بلك جابت تشبيه منين؟ من البيئة الجاهلية اللي هو عايش فيه طب تعبا نشوف مثل الاعتذار لنجم النجوم العصر العباسي ونجم المفضل ابو نواس ابو نواس قالوا عليه اسطورة في العصر العباسي كان عنده علة وحدة وزلة وحدة وهي شرب الخمر عاشق للخمر وكان على علاقة وطيضة بهارون الرشيد وما ادراق هارون الرشيد هارون الرشيد كان حاكم وخليفة عادل جدا وطقي جدا وورع جدا ايوه ابو نواس قالوا عليه اسطورة العصر العباسي بس انا ليه رأيي تاني ابو نواس شخصية قابلة للأسطرة يعني ايه؟ يعني ابو نواس لو عاش في اي عصر كان هيبقى برضو اسطورة خلي بالك طبعا هارون الرشيد معروف ان هو بيقيم الحد على اي حد بيغلط وخاصة شارب الخمر اي حد يشرب خمره بيقيم عليه حد الله وبيجلده طبعا خلي بالك وابو نواس بقى قريب من هارون الرشيد ده الشعر المفضل بتاعه الناس راحت لهارون الرشيد انت سايب ابو نواس بيشرب خمره طب ده مش هقيم عليه الحد فحذره ان يكتني بالخمر هارون الرشيد قالوا انه هيقيم عليه الحد فعاد اليها ابو نواس فحذره ثانيه فعاد ده اليها ابو نواس ابو نواس ما يقدر سيسيب الخمره هارون الرشيد قيده واوثقه بالغلال وهيقتي خلاص قال له انا مش هجلد انا هقتلك شو بقى هو داخلي موته مش يقيم عليه حد يقوله ايه ابو نواس شوف الاعتصار بك استغير من الرضا واعوذ من سطوات باسك اه سطوات باسك يعني ايه عذابك بقوله ده انا باستخبى من الموت منك اه واعوذ من سطوات باسك عذابك باسك يعني عذابك الشديد اه وبأسك الشديد خلي بالك بيقوله انت بتموتني ده الي بيكلمني بقوله هجيب لك هارون الرشيد بك استغيره من الرضا اللي هو الموت انا باحتمي والجأ اليك من الموت واعوذ احتمي والجأ واعتصم من سطوات باسك باسك يعني ايه يعني باسك يعني عذابك يعني شدتك ايه خلاص انت اللي هتقتني ده الي بيكلمني بقوله هجيب لك هارون الرشيد ده الخليفة صحبي وحياته راسك لا اعود لمثلها وحياته راسك خلاص بقى سامحني شوف الجمال بتاع الابيات وحياته راسك لا اعود لمثلها وحياته راسك مش هاشرطين خلاص فاذا قتلت ابا نواس لو انت هتموتني فمن يكون ابا نواسك كان ابو نواس هو الظريف الي بيدحك هارون الرشيد وبيمدحه بيقوله انت لو قتلتين هتعرف تجيب واحد زي فاذا قتلت ابا نواس فمن يكون ابا نواسك شوف الابيات شوف الابيات وجمال الابيات فعافى عنه هارون الرشيد شوفت الفرق بالاعتظار في العصر العباسي اما يجي يقولي هناك خصائص ميزة الادب العباسي عن العصور السابقة اقوله اليك مثالين وامدخل بالاعتظار بتاع ان بغذبيان عندما كان يعتزر الى النعمان ابن المنزر والمثال الاخر عندما كان ابو نواس اسطورة العصر العباسي يعتزر الى هارون ها الرشيد وقوله الابيات هنا وقوله الابيات هنا وهو باه يشوف ومن ثم نتج اسلوب جديد في الشعر السؤال اللي جاي مهم مهم نتج اسلوب جديد في الشعر نتيجة لطبيعة العصر العباسي بيجي في الامتحان يقوله نتج اسلوب جديد في الشعر نتيجة لطبيعة العصر العباسي تقولي حصل الاسلوب ده التزاوب بين الافكار والمعاني التزاوب بين الافكار والمعاني الشيوع طرف الحياة فرقة اللغة اه لما كان في طرف اللغة اصبحت ارقة بيقول رقة اللغة فعلا استخدام موضوعات جديدة دي اخطر حتة بقى لازم تاخد بالك منها استخدام موضوعات جديدة لم تكن معروفة عملوا موضوعات جديدة زي ايه زي وصف الدور والقصور ونوافير وبرك المياه ما كانش عندهم الكلام ده وصف الحضائق والقصور ونوافير المياه النفورة وبرك المياه وهليج دي مثال دلوقتي اه وصف الطبيعة رقم اربعة تطورت الموضوعات القديمة زي ايه زي الرساء وزي المتح وزي الغزل الحاجات القديمة تطورت نقول السؤال ده تاني قبل ما نقول امثلة عليه ظهر اسلوب جديد نتيجة لطبيعة العصر العباسي والنبي نحفظ السؤال ظهر اسلوب جديد نتيجة لطبيعة العصر العباسي فما سيماته اقول له التزاوب بين الافقار والمعاني شيوع طرف الحياة طرف الرخاء فرقة اللغة اه نتج عن ذلك رقة اللغة اللغة بقت رقيقة بقول تطورت او ظهرت موضوعات جديدة لم تكن معروفة صارت موضوعات في الشعر الجديدة لم تكن معروفة طب بدأوا يقولوا ايه مثل وصف القصور والدور وبرك المياه ونوافير المياه ووصف الطبيعة ووصف الحضائق يسألني طالب سؤال طب الحاجات دي ما كانتش موجودة في العصر الجهلي هزعل منك اكيد الاغراض الشعرية دي ما كانتش موجودة ليه عشان ما كانتش عندهم برك المياه والنوافير والحضائق والكلام والجمال ده ايه رقم اربعة تطورت الاغراض الشعرية القديمة الحاجات القديمة حتى اللي كانت موجودة من العصر الجهلي هم طوروها زي الرساء وهنشوف امثلة زي المتح زي الفخ زي الهجاء الحاجات دي كلها بدأت تتطور مرة تانية في العصر العباسي لازم اجأ اسألك سؤال ما الموضوعات الجديدة التي ظهرت مع الاستشهاد وما الموضوعات القديمة التي تطورت مع الاستشهاد اجيب له مثال واحد من الموضوعات الجديدة التي ظهرت في العصر العباسي وصف القصور والدور وبرك المياه ونوافير المياه مثال شوف الشعر يقول لك ايه صحون تسافر فيها العيون وتحصر تتعب من بعد اقتارها شوف بيصف حديقة عاملة ازاي شوف حديقة قصر عاملة ازاي صحون تسافر فيها العيون ده كنا يعني الايه الاتساع شوف بيت الشعر انا بقول دلوقتي مثال على الاغراض الجديدة عشان لو جبالي سؤال لوحده اقول له ظهرت اغراض شعرية جديدة مثل وصف القصور والدور وبرك المياه او نوافير المياه يقول الشعر صحون تسافر فيها العيون ايوه وتحصر تتعب من بعد اقتارها يعني عينه بتبص كده عينه بتتعب من البعد الاقتار اه كناية عن الاتساع وممكن تقول له البيت بتاع وصف الطبيعة بتعبه تمام اللي انا كنتم ادركه قبل كده في قطعة بلاغ اللي كان اوله نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنقروا نزلت مقدمة المصيف مقدمة المصيف هي الربيعة اللي هو اول الصيف حميدة مشكورة طيبة الاصر ومشكورة الاصر ويد الشتاء الشتاء الجمع اشتية الشتاء يد الشتاء هو سبب الشتاء جديدة جديدة لا تنقروا يعني لو لا فضل الشتاء ما جاء الربيعة لان اظهار الربيع كانت بفضل وبسبب امطار الشتاء ومقدمة المصيف قلت كناية عن الايه ها عن الربيعة يبقى الاغراض الجديدة لو انت عايز تدي له استشهادات تقول له الغراض الجديد الاولان بتاع ايه وصف القصور والدور والبرك ونوافير المياه صحون تسافر فيها العيون او تقول لوصف الطبيعة نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنقروا دا يدل على ايه دا يدل على الموضوعات الجديدة يتقول لي بتاع صحون تسافر فيها العيون يتقول لي وصف الطبيعة نزلت مقدمة المصيف طب السؤال التاني يقول لي اقول لي كده اغراض قديمة تطورت هقول له ظهرت اغراض قديمة لا تطورت الاغراض القديمة التي ظهرت في العصر العباثي مثل غرض الرساء والرساء هو البكاء على الميت احنا شفنا واحد بيبكي على اخوه بيبكي على ابوه بيبكي على ابنه بيبكي على امه بس كنا اول مرة في العصر العباسي اتسعت دائرة الرساء وشملت الحيوانات الاليفة واحد بيبكي على حيوان وبيقول يا هر قطفى رقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد شوف بيبكي على الهر الو القط يا هر قطفى رقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد شوف الكلام؟ ده يدل على ايه اتسعت دائرة حتى الاغراض القديمة طوروها معادش حد بيرسى ابوه بيرسى امه بيرسى اخته بيرسى ابنه ده بقى بيرسل هر القط التاعه شوف الكلام ده يدل على ايه ان الاغراض القديمة ايضا تطورت كما ظهرت اغراض جديدة الاول مرة ظهرت ايضا او تطورت ايضا الاغراض القديمة كلام جميل وكلام زي الفل شوف احنا كده قلنا اسلوب جديد ظهر في الشاعر العباسي وكلمنا على اربع سمات التزاوب بين الافقار والمعاني قلنا طرف الحياة ونتج عن ذلك رقة اللغة ثلاثة ظهور موضوعات جديدة وجبنا استشهادات وتطورت الاغراض والموضوعات القديمة وجبنا استشهادات تعال بقى ندخل في النسر قبل ما اتكلم في النسر في العصر العباسي النسر في سؤالين اتنين ولكن قبل ما اقولهم في حتة مهمة جدا 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 ما بين السطور كل الناس تطلع ورقة وقلم وتكتبها معايا في الصفحة البيضاء ضعفة الخلافة العباسية للأسف واستقلت كثير من الدول بنفسها الخلافة العباسية بدأت تضعف وانقسم العصر العباسي الى عدة دولات مثل الدولة الايوبية عدة دولات ده تصغير كلمة دولة معنى كده ان الخلافة بدأت تضعف اه طبعا وانقسم العصر العباسي الى عدة دولات مثل ايه مثل الدولة الايوبية طيب ماذا جان الكتاب في عهد الدولة الايوبية اخد بالك من السؤال ده عشان ما بين السطور ماذا جان الكتاب في عهد الدولة الايوبية الكتاب جانوا ايه هقول له جانوا الثمار او جانوا ثمار النهضة ممن سبقهما جانوا ثمار النهضة ممن سبقهما جمعة جاهز اخدوا على الجاهز يقول لك ومن ابرز هؤلاء الكتاب العماد الاصفهان ومن ابرز هؤلاء الكتاب العماد الاصفهان والى اي ديوان ينتمي كان ينتمي الى ديوان الرسائل هذا الكاتب كان في ديوان الرسائل في عهد صلاح الدين الايوبي هذا الكاتب كان في ديوان الرسائل في عهد صلاح الدين الايوبي لما أقول لك ماذا نتج عنه والنبي نحفظ والنبي نحفظ ماذا نتج عن ضعف الدولة العباسي هقوله نتج عن ذلك انقصام الدولة إلى عدة دولات مثل الدولة الأيوبية ماذا جان الكتاب في عهد الدولة الأيوبية جانوا ثمار نهضة ممن سبقهم ثمار النهضة لممن سبقهم يبقى خدوا على الجاهز خدوا صمار النهضة ممن سبقهم طب قل لي كده ومن أشهر هؤلاء ومن أبرز هؤلاء الكتاب العماد الأصفهان وإلى أي ديوان ينتمي اكتبوا ينتمي إلى ديوان الرسائل في عهد من؟ في عهد صلاح الدين الأيوبي كلام جميل وكلام زي الفل طب ندخل بقى ثانيا للناثرة الناثرة ما فيوش غير سؤالين اتنين نوع معين ظهر عندهم في الكتابة اسمه الرسائل الوصفية من اسمه الكاتب شكله بيصف بيصف ايه؟ نوع من النثر الفني الرسائل الوصفية هو نوع من النثر الفني الكاتب بيعبر أو الكتاب يعبرون عن أنفسهم وما يعتمل إليه الكاتب من أحاسيس ومشاعر وتجارب عاشوها ومواقف عصروها ايه موضوع ده؟ بينقل كل اللي جواه كل التجارب اللي عاشوها وكل المواقف اللي عصروها كل حاجة بينقلوها في الرسالة الوصفية هي تدل على أحاسيس ومشاعر الكتاب وما يدور بداخلهم عشان كده اسمها رسالة وصفية يصف الشعر حالته النفسية حالته الشعورية الوجدانية فعلا الشعر بيصف كل ما يدور بداخلي من أحاسيس عشان كده قالوا عليها رسائل وصفية وتختلف عن الرسائل اللي خدناها في الترمي الأولاني الديوانية والإخوانية ما تفكرنا بيها كده الرسائل الإخوانية كانت تصدر من فرد إلى أخر زي التهنئة والعتاب والعزاء بعذ واحد بعاتب واحد دي اسمعها رسائل إخوانية طيب رسائل بتصدر من ديوان لديوان الديوان اللي هو الوزارة لا دلوقتي دي اسمعها رسائل ديوانية إنما ما جاء اقول لك رسائل وصفية تقول لي لا يعبر فيه الكتاب عن أنفسهم أول ما تقول لي كده يبقى أنت عارف أنهما بيعبروا عن ما يدور بداخلهم من أحاسيس ومن مشاعر ومن تجارب عاشوها ومواقف عاصروها كلام جميل وكلام زي الفول دي اسمها رسائل وصفية وبتختلف عن رسائل الإخوانية والرسائل الديوانية الإخوانية من اسمها تصدر من فرد إلى آخر زي العتاب والعزاء والتهنئة طبعا رسائل الديوانية تصدر من ديوان إلى آخر كلام جميل خصائص الرسائل الوصفية واحد بيتكلم عن الجوان أول حاجة طول طول الجمل طبعا هو أنت اللي تعبك زي اللي تعبني زي اللي تعب دهو زي اللي تعب دهي لا طبعا كل واحد جوان مشكلة أنا ممكن أقول المشكلة الجواني في ورقة أنت ممكن تقولها في عشر ورقات براحتك إذا طول طول الجمل رقم اثنين التأثر بالقرآن الكريم في نسبة تدين في الرسالة الوصفية طبعا التدخل مع الشعر الرسالة الوصفية تتدخل مع الشعر لأن الشعر بيدور حول المشاعر والأحاسيس والوجدان طب ما الرسائل دي برضو بتعبر عن المشاعر والأحاسيس خليك واعي فعلا بيعتمد الكتاب فيها على المحسنات البدعي لازم طبعا يجيب محسنات بدعي كنتوا عارفين أكتر حاجة في النثر السجعة اتفاق فواصل الجمل إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو أتنقات أيوة والازدواء الازدواء الجمل المتساوية أيوة المحسنات دايما اللي بيعتمدوا عليها في الناس اللي هي زد جرز موسيقى لناني مع نفة النظر وجذب الانتباع صح؟ الاعتماد على الأسلوب الخبري كلامهم خبري ولا في نداء ولا تمني ولا استفهام ولا أمر فيش الكلام ده خالص بيتكلم بالكلام اللي أنا بكلمه واسلوك خبري عادي جدا للتوكيد والتقرير على الفكرة التي تدور بداخله كلام جميل وكلام زي الفل ما خصائص الرسائل الوصفية سنقول الناس تسحى عشان فاضل آخر حتة الناس تسحى عشان فاضل آخر حتة طول الجمل والفقرات في الرسالة الوصفية تتدخل مع الشعر طب حد يعرف ليه لو جبتلك سؤال ما بين السطور علم الرسائل الوصفية تتدخل مع الشعر في صفاتها لأن الرسائل الوصفية الكتاب بيعبرون عن ما يضر بداخلهم من المشاعر وحسيس وتجارب عاشوها ومواقف عصروها والشعر كمان بينطلق من الوجدان بينطلق من الإحساس إذن فعلا هم هدفهم ايه واح براف كلام محترم وكلام جميل وعايز الناس مميزة في أسئلة ومميزة جمان في الإجابات بقول التأثر بالقرآن الكريم اللي اعتماد على المحسنات البدعية التأثر بالاسلوب الخبري طب يلا آخر سؤال معنا في العصر ما سمات النثر في العصر العباسي مفاجأة من هلكم نفس سمات الرسائل الوصفية بس النثر عموما سواء خطابة أو حكم أو وصايا أو مش من سماته طول الجمة النثر سهولة الألفاظ ووضوح الفكر والمعاني كلام محترم واحد قال لي سهولة الألفاظ ووضوح الفكر والمعاني كلام جميل قثرة المحسنات البدعية صح؟ التأثر بالقرآن الكريم صح؟ التأثر بالأسليم الخبري صح؟ قصر الجمل والفقرات يبقى النثر عموما من سماته قصر الجمل والفقرات لأن خير الكلام مقلة ودل إنما الرسائل الوصفية في النسر هي اللي من سماتها طول الجمل والفقرات يبقى شفت الفرق بين خصائص النسر عموما ورسائل وصفية خصوصا؟ أي الرسائل الوصفية طول الجمل والفقرات إنما النثر قصر الجمل واحد يقول لي سهولة الألفاظ في النسر أقول له صح؟ وضوح الفكر والمعاني الأفكار يعني أقول له صح؟ النثر اللي اقتباسه القرآن الكريم أقول له صح؟ اللي اعتماد على الأسلوب الخبري أقول له صح؟ يقول لي كمان قصة المحسنات البدعية أقول له صح؟ يقول لي قصر الجمل قصر الجمل والفقرات فعلا الجمل والفقرات تكون قصيرة إلى حد المعاني فيه سعوبة في العصر العباسي كلام جميل طيب هزا السؤال سألته من عشر تقايير مازا نتج عن اللي اجيب السؤال داtrack معامي مازا نتج عن ضعف الدولة العباسية؟ ها حد الذي نتج عنها ايه انقسمت الدولة الى عدة دولات مثل الدولة الايوبية السؤال دايتكتب في الصفحة البيضة السؤال دايتكتب في الصفحة البيضة وانتو عارفين يعني ايه يتكتب في الصفحة البيضة مش عايزين نتكلم بقى اكتير طيب مازا جانا الكتاب ماذا جان الكتاب في عهد الدولة الايوبي جانوا ثمار ثمار النهضة ممن سبقهم جانوا ثمار النهضة ممن سبقهم ومن اشهر الكتاب اشهر الكتاب اشهر الكتاب العماد الاصفهان كلام محترق وينتمي الى ديوان ها الرسائل في عهد من في عهد صلاح الدين الايوبي في صعوبة في الكلام كلام جميل وكلام زي الفل الاسئلة اللي موجودة في صفحة 35 هتتحل كلها واجب عشان هدخل معكم في المحاضرة الجاية في نهضة الشعر في العصر الحديث ولما قلوكم نهضة الشعر في العصر الحديث يبقى انتم خلصتوا الادب بتاع الترم اللي هو لحد 15 مارس 15 ثلاثة اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله باي باي